بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ان شاء الله البراونيز عندنا نص كوباية دقيق وكوباية لربع كاكاو خام ومعلقة كبيرة نشا ونضيف ربع معلقة صغيرة ملح ونضيف ربع معلقة صغيرة كربوناتا او بيكربوناتا السودو وعادي لو مش موجود ممكن نضيف بيكانج بوتر وهنقلب كله مع بعضه كويس ونتأكد ان كله اختلط مع بعضه تماما لكده عندنا كوباية لربع زبدة صيحة نخلي نص كمية زبدة ونص كمية زيت على حسب ما نحب وهنضيف كوباية سكر ونقلب كما الحرارة بتاعت الزبدة تخف شوية هنضيف البيط هنضيف بطين للحرارة نضيف بطين ونقلب وسنقلب وبعدما تخطف البيطة نضيف البيطة الثانية وهنضيف الفانيلي وهنقلب لحد ما نحس ان السكر خلاص ببنا عمل بعد ذلك هنضيف خليط الدقائق والتكاون ونقلب لحد ما كله يختلط مع بعضه تماما وخلاص كده خليط البرونز جاهز معنا وعندنا صناية مقاس 25 في 17 فارشين فيها ورق زبدة ودهنينه كويس بالزيت ونصب الخليط ونقوم مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 وهندخله على الرف الأوسط وخلاص كده استوى معنا ويأخذ معنا في الفرن حوالي 40 دقيقة والحد لما البراونز يبرد معنا هنجهز الكريمة نعبود كريم شنطي بودر صغيرة وهنضيف على الكريمة معلقة صغيرة كاكوة مش مليلة ونقلب بعد كده هنضيف حوالي ربع كوبات حليب بارد وخلاص كده الكريمة جاهزة معنا ونضفت حليب قليل عشان تبقى تقيلة لو عايزين هنخف من كده هنزود الحليب وبعد ما يبرد معنا هنسوي الأطراف بتاعته وهنقطع له مربعات متساوي وهنزين كل القطعبة الكريمة بالشكل ده كده وخلاص كده جاهز معنا جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا ترجمة نانسي قنقر